بسم الله الرحمن الرحيم فنعم المولى ونعم النصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوان الكرام ليتوها الأخوات الكريمات في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أنجز لكم ما وعدتكم به من دعوتي بسم الله العظيم الأعظم أهمون سقاكون حلعون يصر وهذه الحروف التي تكلمنا عليها في الفيديو السابق والتي لها من الأسرار والخواص ما لا يحصى ولها من المنافع ما لا يستقصى حتى قال كثير من العلماء إنها اسم الله العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاء لما جربوا فيها من ووجدوا فيها من الأسرار والكرامات الكثير في قضاء الحوائج وشفاء الأمراض وجمع الشمل وجلب الرزق وشفاء المريض والإصلاح ذات البين وإصلاح بين المتنافرين وطلب العلم وكشف عن عن ظلمات القلب والكشف عن العلوم والأسرار بالدعاء ببركة هذه الحروف الشريفة والكثير كثير من الفوائد التي لا حصر لها لا يمكن أن أحصرها وقد بدأنا في الفيديو المقبل حاولنا أن نشرح بعض تفاصيل هذا الاسم وكيف أنشأه العلماء ولنزيد ذلك توضيحا إن شاء الله في هذا الفيديو وفي هذه الحلقة ونضع في آخر الفيديو إن شاء الله هذا الدعوة الخاصة بهذا الاسم الذي تتلى بعده وتتلى في مراتيبه وأيها الإخوة الكرام إن هذا الاسم الشريف كما قلنا هو أهم ساقاكم حلاعون يصرق هذه الحروف الشريفة الأربعة عشر الإحدى عشر حرفا 11 حرفا فيها هذا الاسم الشريف اجتمال على ثلاثة أحروف نارية وتلاثة أحروف هوائية وتلاثة أحروف موية وحرفان تورابية بمعنى هذه الحروف اجتملت على جميع العناصير وجميع الطبائع ولذلك سرها ظاهر وباهير وسنتكلم على فوائدها كثيرا إن شاء الله فتابعونا إن شاء الله في دروس مقبلة إن شاء الله تعالى وأن لكل حرف منها سر من أسرار كل حرف منها له سر من أسرار لا يعد الحساب في قداء الحوائج والحروف المائية فيها الحروف لنبدأ بالحروف النارية أولا هو حرف الها والأليف والميم هذا حرف ناري أليف وحرف الها حرف ناري وحرف الميم حرف ناري والحروف الترابية حرفان وهو محروف الياء والصر والحروف الهوائية هي السين والقاف والكاف والحروف والحروف المائية هي الحاء واللام والعين وحرف أطلع عليكم هذه تفاصيل طبائع هذه الحروف المكونة منها هذه الحروف إن شاء الله أعطيكم طريقة الدعوة وطريقة هذه الدعوة إن شاء الله هو أن تقول أهمون سفكون حلعون يسر ألف ومئة وحدة عشر ألف ومئة وحدة عشر مرة ثم تقول الدعوة اللهم إني أسألك بحرمة ذاتك وسناء صفاتك وجلال اسمك ونوري وجهيك وواسعي كراميك وعظيمي حلميك ونفودي حكميك ووفائي عهديك أن تسخر لي روحانية هذا الإسم الشريف يجيب يجيب دعوتي ويقضو حرجتي ويطيعوني 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 فيما أريد مما لك مما لك فيه رضا وليا فيه صلاح يا خالق الأرواح إنك على كل شيء قدير هذه هي الدعوة الكريمة المباركة وطريقة الاشتغال بها هي أن تقرأ الإسم الشريف وتقرأ هذه الدعوة واحد وعشرين مرة بعد نهاية العدد بعد نهاية هذا العدد ألف ومئة وإحدى عشر ولكن تقرأها مرة على رأس كل مراتي مثلا لما تقرأ الإسم مرة واحدة تقرأ الدعوة مرة ولما تقرأ الإسم عشر مرات يعني لا رأس المراتي بالأحد العشرات المئات والآلاف لما تقرأ الإسم عشر مرات تقرأ الدعوة مرة ولما تقرأ على رأس كل مئة على رأس كل مئة حتى نهاية العدد على رأس كل كل مئة تقرأ الدعوة الدعوة مرة حتى نهاية العدد ولما تفرغ نهائيا من قراءة هذا الاسم وهذه الطريقة بعدها تقرأ الدعوة 21 مرة وتختيب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه باب الإجابة واب الله تعالى فالزمر يحابه تختيب بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهذه هي الطريقة وأرجو من كان له أي سؤال أن يضعه إن شاء الله في التعليق ولم لم يكن له سؤال فليعلق بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا معنا إن شاء الله في ظهر الغيب إن شاء الله تخضع حوائجكم ويفرض الله وقربكم وتابعونا في هذه القناة وادعموا هذه القناة إن شاء الله حتى تصل إلى الكثير من الناس المحتاجين إن شاء الله إلى الفوائد الصحيحة المجردة وإلى العلم الصحيح والسلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمات سليما